موسيقى 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 السلام عليكم اليوم رح نشوفه مشروع بناء مستشفى جامعي بمدينة تاملغست وهذا المستشفى تقريب الاشخاص اللي انتهت فيه تبقى عملية تجهيز بالمعدات الطبية من بعض الاشغال تحت تهيئة اذن للعلم مدينة تاملراست او الولاية تحت تاملراست تضم هذا ثاني مستشفى اللي راح قيد الانشاء بعد المستشفى العسكري تحت تاملراست اذن هذا المستشفى الجامعي ولي تبلغ السيعة متين واربعين سرير وللعلم كل الدوائر التي تم ترقياتها الى ولايات هنا فيه عشر دوائر منها ربعة او خمسة من الجنوب وخمسة من المنطقة الشمالية الوطن اذا كل هذه الدوائر التي ارتقت الى مستوى الولايات سوف تنشأ فيها مستشفيات جامعية بسعة متين واربعين سرير وهذا القانون الموجود في وزارة سياسة وزارة الصحة منذ عقود بناء مستشفى او اكثر من مستشفى الى كانت الولاية كثافة سكونية كبيرة لكن على الاقل يكون فيها مستشفى جامعي بسعة ميتين واربعين سرير في كل ولاية اذا هذا هو البرنامج وبالاضافة بغض النظر عن المستشفيات مكافحة السراطان تخصيصها في مكافحة السراطان وكذلك المستشفيات المستشفيات انتع الطب الاستعجالي مستشفى الاستعجالية الجراحية اللي موجودة كذلك على كل مستوى كل الضوائر انتع الوطن واللي يبلغ عدده حوالي خمسمائة خمسمائة ضائرة من كلها عندها مستشفيات او سوف يكون لها مستشفى الاستعجالة الطبية اذا هانئن الشعب انتعاتها من رأسك بهذا الانجاز اللي ان شاء الله ان شاء الله العمالية تحتى التجهيز ما تطورش كثير وما تطرحش مشاكل لانه فيها مشاكل ممكن تطرح في قضية التعطير واليد العاملة المؤهلة وهي لازم لازم كل ما يكون فيها مستشفيات جامعية لازم يكون فيها عملية انتع الفورماسيون انتع التكوين انتع يعني الاطباء والممرضين والشبه يعني في ميدان شبه طبي وكذلك في ميدان صيانة التجهيزة الطبية على كل مساء المستشفيات لازم العملية تمشي ككل يعني مش غير جانب المستشفى لكن كل العملية يعني تطوير المنظومة الصحية لازم تمشي على كل يعني في كل جوانيبها التعال التكوينية والتنظيمية والتسيير وكل شيء لازم يمشي مع بعض ان شاء الله ان شاء الله المسؤولين تكون عندهم الياقضاء باش يديروا يعني هذا المراكز تاعد التكوين ويديروا يعني المستوى تسيير المستشفيات ويكون يرفعوا من مستوى الوعي لدى المواطن الجزائري لحافظ باش يحافظ على هذه المكاسب وشاء الله يكون فيها خير والسلام عليكم